نريد من فضيلة الشيخ أن يوجه نصيحة للدعاء والمربين حول كيفية توجيه الشباب التوجيه السليم وإبعادهم عن الأفكار المنحرفة الواجب على الدعاة والمدرسين أن يبينوا للناس دين الإسلام من خلال الكتاب والسنة وكتب السلف الصالح يشرخون لهم العقيدة عقيدة السلف الصالح يشرخونها لهم ويبينونها لهم ولا يكتصرون على مجرد الكلام العام أو الوعظ العام لا يبينون لهم يدرسونهم تدريس يدرسونهم مصول العقيدة ومسائل العقيدة ويبينونها لهم ويوضحونها لهم أما الكلام العام والوعظ العام هذا يروح ولا يبقى الوثار